هل الأهلي محتاج فتوح؟ ولا ولا لأ؟ موانتا خلي بالك أنت ما عندك شي غير عالي وكريم في محمد أشرف تلق عارة فأنت ممكن أن يحتاج مثلا حد بس هو لو فيد الكريم على المستوى ده ممكن لا ميحتاجش فتوح؟ أقول لك الحاجة فتوح دلوقتي دلوقتي رجع أيام لما كنا أول مرة رحنا السموحة بقى يلعب على الواقف بقى يوقف يلعب ويتحرج بقى واقف لو تشوفوا السنة اللي فاتت كان ما شاء الله فيك رايح جايب ورايح جايب تخلي بالك هو برضو متحجم شوية بسبب طريقة لعب أسوري ومسلا؟ ممكن طب وفي المنتخب طب وفي المنتخب ملعبش غير مطف زنبيا مثلا مثل المعسكة اللي فاتت نفس القصر يعني أنت دلوقتي هو ليه على فكرة في المنتخب هو الرجل مقتنع بمحمد حمدي لأن حمدي بيعمل إيه؟ بيدافع كويس جدا وبيكمل كويس جدا وهو عايز واحد رايح جاي واحد رايح جاي لأن في الآخر المنتخب بتاعنا منتخب دفاعي بيدافع كويس بيلعب على كونتر التاك ويظاهرين يطلعوا إيه؟ يعني واحد يطلع واحد يبقى مغايف فهي دي النقطة يعني يعني من الشرط الأهلي تعمى فتوح من وجهة نظرك الفني والله يبقى أصلا أنا في الآخر حتى لو الفتوح نادي الآخر يتعاقد معاه هيبقى أضافة طبعا يعني أضاف كبير يعني طب مين من اللاعباء اللي في الدورة يترشحهم مثلا بأنديات كبيرة؟ السؤال اللي أنا عايز أسأله هو ليه بجد بجد يعني السؤال كده رجيف في بالي كذا وأنا قاعد مع نفس السرحان كده هو ليه دايما النادي الآلي يقولك مين في الزمالك يجي الأهلي؟ ليه؟ وبيبقى في العكس برضو على فكرة الزمالك برضو أكيد بيفكر في أي لعيبة في الأهلي يعني اللعيبة هناك بجد مشكلة نبقى أي نقطة بقى النقطة اللي أنا عايز أقولها يعني أنت تعطينك هو دايما اللعيب النادي الآلي يعني يقولك ده يجي وممكن يجي أما ده يروح بيبقى صعب إيش معنى؟ طب أنت أقولي أنت لابت هنا وهنا ما أعرفش يعني أنت تفسيرك إيه يعني؟ يعني أنت شافي أنها أسهل أن العيب يروح من الزمالك للأهلي بس صعب العيب من الأهلي يروح للزمالك صح كده؟ بجد بطولك المهمة أول أنا سألت طبعا ده أنا عايز أقولك ده أنا أجيب لك بالتاريخ لعبة كبيرة كبيرة بيتلع في النادي الزمالك خدوا البطولات في النادي الزمالك وراحت قعدت مع عملة القائي مين؟ لا بجراش نقول لا لا أقول عادي لا لا بلاش ليه؟ واكيد أنت ممكن ناس كتيرة جدا واحد بيتلع معك في البرنامج أه لا ما إحنا عايش فيه ما وعلها عادي انت فهم؟ لا ده كمان بيقوله إحنا روحنا عادي طب ما أنا كنت في النادي الأهلي وما رحت الشراجل قعد وكلمني في تليفونه يعني لعبة النادي الأهلي ما بتفكرش أنها تمشي تروح الزمالك طول ما هم موجودين في الأهلي والدنيا تمام ليه بقى؟ استقرار استقرار خلي بالك نادي الزمالك برضو لما كان جايب لعبة بتحب نادي الزمالك ما كانوش بيعملوا كده يعني أنت فهمني؟ وكان فيه استقرار مدي عشام بجري واحد يجللي عليه ما كانش فيه استقرار مدي كان فيه استقرار مدي كان الناس موجودة والناس مبسوطة ومش عارف ايه هي المشكلة برضو اللي أنا بداقي منها من لعبة النادي الزمالك يعني انت ليه بتفكر إن انت تروح مكان تاني طول ما انت في مكان كويس جدا إنت مش عارف اينته؟ طبعا النادي الزمالك قيمة كبيرة جدا انت مش عارف اين متنادي الزمالك يعني لعبة النادي الأهلي ما بتفكرش إنها تمشي تروح الزمالك طول ما هم موجودين في القهل والدنيا تمام بالضبط ليه بقى؟ استكرار استكرار خلي بالك نادي الزمالك برضو لما كان جاي بلعيبة بتحب نادي الزمالك ما كانوش بيعملوا كده يعني انت فاهمني وكان فيه استكرار مادي عشان بروس يقول ليه عليه ما كانش فيه استكرار مادي كان فيه استكرار مادي كان الناس موجودة والناس مبسوطة مبسوطة ومش عارف ايه. هي هي المشكلة برضو اللي انا بدايق منها من لعبة نال الزمالك يعني. انت ليه بتفكر ان انت تروح مكان تاني طول ما انت في مكان كويس جدا انت مش عارف امته. طبعا نال الزمالك قيمة كبيرة جدا. طبعا انت مش عارف امي تنال الزمالك. انت لما هتمشي من المكان ده هتعرف امته قوي. حتى لو هيروح الاهل. لا الاهل لا. لو هتروح مكان تاني وبعد كده تتبهدل وتمشي. انا كان في ناس معي في نال الزمالك كانت تقول لك انا عايز امشي زي ما انا كنت بعمل او انا في الناد الاهل. اه اه. فاهم. انا عايز امشي. كانت بتنصح دلوقتي مسلا العيبة بتاعت الاهل والزمالك يا جماعة ما تفكروش ان انتوا تسي الا لو واحد في زمالك عايز روح الاهلي. لو زمالك عايز روح الاهلي. لا مايروحش برضو. برضو.